اشتركوا في القناة مجدداً العراق يرفض استخدام أراضيه للاعتداء على الدول وإجماع عربي على دعم السيادة العراقية تفاوض بالنار الكيان يصاعد ضربته للضاحقة وحزب الله يمطر تل أبيب والمستوطنات بمئات الصواريخ بأرقام لامست التوقعات السودانية تحدث عن بلوغ السكان 45 مليون والنسبة العاملة تتجاوز 60% بأولى جلسات المشهدان القوانين الجدلية تغيب عن جدول العمال ودعوات نيجابية لتغيير الكبينة الوزارية أهلاً بكم إلى التفاصيل أكد رئيس مجلس الوزراء محمد الشيء السوداني أن الكيان الصهيوني هدد العراق بذراء عواهية تكشف عن نيجة العدوانية والسوداني في كلمته قال أن الحكومة العراقية تعاملت مع تلك التهديدات بمنتهى الجدية وجددت التأكيد على عدم جعل الأراضي العراقية منطلقاً لأي هجوم حفاظاً على أمن وسيادة البلاد من أي عدوان خارجية دع العراق مبكراً إلى ضرورة تكفيف الجهود لإنهاء الحرب وحماية المدنيين والعمل على عدم اتساء نطاق الحرب وقد ترافقت جهد الإنساني الذي قدمه العراق للأشقاء الفلسطينيين واللبنانيين مع جهداً سياسي ودبلوماسي من أجل منع تمدد الحرب واتساعها لكن هذا لم يمنع الكيان الصهيوني من تهديد العراق بذراع واهية تكشف عن نيات مبيت للشر لدى قادة الكيان وهو ما استلزم منا التأكيد على عدم جعل العراق منطلقاً لأي هجوم وتوجيه زارة الخارجية بمتابعة ملف التهديث في المحافل الدولية ودعوة المنظمات والدول الصديقة لمنع محاولات قادة الكيان من إشعال الحرب في المنطقة بشكل أكبر خصوصاً بعدما أصدرت المحكمة الجنائية أوامر قبض ضد رئيس حكومة الكيان ووزير الدفاع السابق ما يمثل دليلاً على إغالي الكيان وقادته بسلوك عدواني وأجرابي كما أشدد وزير الخارجية فؤاد حسين على ضرورة استمرار الحوار لوقف العضوان الصهيوني في المنطقة وأضاف حسين خلال افتتاح مؤتمر السفراء الثامن أن الكيان الصهيوني يحاول توسعة رقعة الصراع في الشرق الأوسط واستهداف العراق بالحوار نواجه التحديات بتكثيف العمل الدمنواسي والتواصل المستمر والحوار المستمر في هذه الأيام وفي المحيط الأقليمي هناك حروب وعدوان هناك عدوان على الشعب الفلسطيني وعدوان على الشعب اللبناني هناك خطة لتوسيع هذا الأدوان وتوسيع الحرب توسيع الحرب باتجاه دول أخرى لهذا نرى أن من واجبنا واجبكم واجب الجميع أن نكثف العمل الدبلوماسي أولاً باتجاه وقف أي عدوان على وأي تهديد أي تهديد وأي عدوان محتمل على على العراق ومحاولة وصول مع الدول الأخرى إلى وقف وقف إطلاق النار إلى ذلك عقد مجلس النواب يعقد اليوم جلسة خاصة لمناقشة التهديدات الصهيونية التي يتعرض لها العراق رئيس مجلس البرلمان محمود المشهدان خلال دعوته لعقد الجلسة أكد دعم البيت التشريعي لتوجيهات الحكومة في قضايا الحرب والسلم ومشدداً على أن البرلمان كممثل للشعب لا يقبل بالاعتداء على سيادة العراق بأي شكل من الأشكال مضيفاً أن المجلس سيتخذ جميع الإجراءات والخطوات اللازمة ضمن المسارات القانونية والدبلوماسية لدعم الحكومة خصوصاً في مواجهة هذه التهديدات أعلنت جامعة دول العربية دعمها للعراق ضد تهديدات الكيان الصهيونيكا الجامعة وعقب اجتماعها الطهر أصدرت قراراً يتضمن الطلب من الأمين العام توجيه رسالة إلى الأمم المتحدة ورئيس مجلس الأمن تعكس موقفها الداعم للعراق والرفض القاطع للإدعاءات الواردة في رسالة وزير خارجية الكيانة مشدداً في الوقت ذاته على ضرورة اتخاذ إجراءات عاجلة لوقف التصعيد المستمر في منطقة الشطق الأوسط وذلك حفاظاً على الأمن والسلم الدوليين قال مسؤول السياسة الخارجية والأمن في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل لدول التكتل ملزمة بتنفيذ أمر المحكمة الجنائية الدولية بالقبض على بنيمين نيتنياهو ويوف جالانت بوريل رفض الاتهامات من قبل الكيان الصهيوني بأن أوامر القبض التي صدرت بحق قادته سياسية ومعادية للسامية فيما أشار إلى ضرورة ممارسة الضغوط على الكيان وحزب الله لقبول المقترحة الأمريكية لوقف إطلاق النار أن قرارات المحكمة الجنائية الدولية ليست سياسية بل هي وفقاً لقانون الدولي ويجب أن تنطبق على الجميع ونحن ندعم بشدة قرار المحكمة هذا ما أحببت أن أقوله اليوم بعد محادثاتي وأتمنى أن الاتفاق الذي تم توصل إليه مع المفادي الأمريكي الخاص سيطبق ووقف إطلاق النار سيحين والقصف يتوقف من أجل إنقاذ الأرواح في لبنان بعد محادثاتي مع رئيس الفرلمان باري فهو يعتبر أن وقف إطلاق النار هو الذي يجب أن تحقق أولاً وأعتقد أن كافة الجهود يجب أن تبذل من أجل المطالبة بانتخابات رئاسية في أسرع وقت لأن لبنان والشعب اللبناني بحاجة إلى رئيس والشعب اللبناني أيضاً بحاجة لوقف إطلاق النار ضعت المقررات الأممية لحقوق الإنسان فرانشيسكا البانيز إلى تكثيف الضغط الدولي لتنفيذ مذكرة اعتقال نيتنياهو وغالانت وعدم رضوخ لسياسة الإفلات من العقاب البانيز أكدت أن الولايات المتحدة تستخدم نفوذها لمنع ملاحقتهما أمام المحكمة الجنائية فيما أشرت لأن ردود الفعل على مذكرة الاعتقال كانت إيجابية أكثر مما كان متوقعاً على الصعيد الدولي ما يعكس دعماً متزايداً لمحاسبة المسؤولين الإسرائيليين على الجرائم المرتكبة ضد الشعب الفلسطيني هذا وأكدت حركة حماس أن وقف عضوان الاختلال على قطاع غزة يمثل أولوية قصوى لكنها لن تقبل بأي تفاهمات لا تضمن عودتهم إلى بيوتهم وعادة الإعمار القيادية في الحركة سامو أززهري قال إن حرب الإبادة لم تكن لتستمر فصولها الوحشية لو لا الدعم الغربية وخاصة الأمريكية وتبرير جرائم وتعطيل دور مجلس الأمن لوقف الحرب يواصل الاحتلال الصيوني حرب الإبادة الجماعية ضد شعبنا في قطاع غزة في أبشع حرب عضوانية لم يشهد لها التاريخ الحديث مثيلاً ولم تكن لتستمر فصولها الوحشية لو لا الدعم الغربي وخاصة الأمريكي بالمال والسلاح والدعم السياسي والإعلامي وتبرير جرائم الاحتلال والتغطية عليها وتعطيل أي دور لمجلس الأمن لوقف حرب الإبادة ويتزامن هذا مع الموقف العربي والإسلامي الرسمي الذي يتصف بالضعف أو الخذلان إننا نجري أوسع حملة مع المنظمات الدولية والإقليمية والدول الصديقة من أجل الدفع بالإغاثة العاجلة لشعبنا والتخفيف من حدة معاناته مع دخول فصل الشتاء ونعمل بشكل حثيث لحجد كل الجهود المؤسساتية الشعبية والرسمية لتحقيق ذلك أعلن وزير الخارجية تركيا هاكان فيدان انفتح بلاده على المبادرة التي قدمها العراق للوساطة بين أنقرة ودمشق ودعا إلى اجتماع ثلاثي بين الدول الثلاث للتباحث بشأن القضايا ذات الاهتمام المشترك مؤكدا أن تركيا وسوريا والعراق دول جارة تشترك في حدود برية ويجب عليها أن تجتمع كما في الماضي للمناقشة بطريقة أكثر هيكلية ومنهجية ترجمة نانسي قنقر بالعودة إلى محلياتنا حيث قال رئيس مجلس الوزراء محمد الشيء السوداني أن سكان العراق بلغ أكثر من 45 مليون نسمة السودان خلال أعلان نتائج التغداد السكانية أضاف أن نسبة سكان الحضر بلغت 70.3% والريف 29.7% وشيرا إلى المضي في تطوير واقع العراقيين وأجيالهم القادمة نحو تنمية مستدامة بلغ عدد سكان العراق 45 مليون 407 895 نسمة بضمنهم الأجانب واللاجئين ثانيا يتوزع السكان يتوزع السكان بين الحضر والريف كالآتي نسبة سكان الحضر 70.3% نسبة سكان الريف 29.7% بلغ عدد الأسر 7.7 مليون وثمانمية وثمانية وتسعين ألف وخمسمية وثمانية وثمانين أسرة ثلاثة بلغ متوسط حجم الأسرة في العراق 5.3 فردا أربع بلغ عدد الذكور 22 مليون وسبعمية واربعة وثمانين ألف وثنين وستين نسمة بنسبة 50.1% وعدد الأناث 22 مليون وستمية وثلاثة وعشرين ألف وثمانمية وثلاثة وثلاثين نسمة بنسبة 49.8% إلى ذلك أعلن وزير التقطيط محمد علي تميم نجاح عملية إجراء التعداد السكاني بالعراق تميم في بيان أوضح أن همية إجراء عملية التعداد على الرغم من صعوبتها تتمثل بإعادة رسم الخريطة الاقتصادية والاجتماعية بما يسهم في استجلاء واقع الحال بنحو صحيح وسليم والعمل على تحسين مستوى العيش ورفع وطيرة الخدمات بالإضافة إلى ضمان عضلة توزيع الثروات وتوجيه تنفيذ المشاريع بما يؤدي إلى تحقيق التنمية في جميع المحافظات أعلنت وزارة التقطيط بعد المرحلة الثالثة والأخيرة للتعضاد السكاني حيث ذكر بيانا للوزارة أن المرحلة ستستمر لغاية العاشر من الشهر المقبل وستقوم بزيارة جميع الأسر التي لم يتمكن العددون من زيانتها خلال المرحلة السابقة لاستكبال جميع البيانات ومبينة أن هذه تتضمن التعرف على الخصائص الحياتية للسكان في مجالات الصحة السكن التعليم والخدمات والعمل بالإضافة إلى الصعوبات يقد مجلس نواب جلسته يوم غد ثلاثا حيث من المقرر التصويت على مشروع قانون قراءة أربعة مشاريع أخرى وذكرت دائرة الأعلامية للمجلس أن الجلسة ستشهد التصويت على قانون تصديق اتفاقية خدمات النقل الجوية مع روسيا كما ستتضمن القراءة الأولى لقانون تغديل الموازنة العامة وتنظيم حقوق ضحايا المستشفى ابن الخطيب ومركز النقى وحادثة الحمدنية وتغديل قانون الطيران المدنية كما يتضمن الجدول القراءة الثانية لمشروع قانون التغديل الأول لقانون الدفاع المدني انتقد النائب عن الإطار التنسيقي على البندوي نظام تقديم القوانين الجدلية بسلة واحدة وقال البندوي خلال استضافته بنشرة صافقة إن هذا التوجه غير صحيح وينم عن غياب الثقة بين القوى السياسية داخل الفرلمانة جديد هذه أصبحت سنة نعم هناك قوانين تهم قوى سياسية قوانين تهم شرائح من المجتمع العراقي لذلك كلما قدمت تقدم قانون يعتقد الآخرون إنه مهيئ أو قانون يخدم فئة محددة من ابناء شعب العراقي راح يصير يعني باقي القوى السياسية أو مكونات ابناء الشعب العراقي تأتي بقوانين من شأنها خدمة يعني مناطقهم وخدمة قواهم السياسية لذلك أعتقد ضروري جدا أن يكون هناك ثقة كبيرة بين أبناء عفوا بين مكونات الشعب العراقي والمتمثلة بالقوى السياسية وسادة النواب من أجل العمل على خدمة أبناء الشعب العراقي اليوم من غير الصحيح مثلا أن نأتي بثلاثة أو أربع قوانين ونصوت عليها في سلة واحدة إرضاء يعني جهة معينة نعم إرضاء للقوى السياسية أو إرضاء لفئة معينة أعلنت أعلنت لجنة الأقليم والمحافظات النيابية أن جلسات البرلمان المقبلة ستشهد تفعيل الدور الرقابي بعد تعطيله طيلة الفترة الماضية نائب رئيس اللجنة جواد اليسار قال أن الدور الرقابي لمجلس النواب لا يقتصر فقط على عمليات الاستجواب بل يشمل الأسئلة النيابية والاستضافات والزيارات الميدانية ومتابعة العقود وغيرها مبينا أن هذا الملف يحظى بضعم تام من قبل كافة القوى السياسية بعد تسجيل الكثير من الإخفاقات في مفاصل الدولة أقر نائب رئيس اللجنة القانونية نيابية مرتضى ساعد بصعوبة تغيير بعض الوزراء في كبينة السودان نظرا لما تبقى من عمر الحكومة وقال ساعد التعضيل الوزرية يعتمد على القوى السياسية التي تشكل تخالف إدارة الدولة الذي يضم أكثر 253 نائبا في البرلمان حيث سيختاج رئيس الوزراء إلى التواصل والتفاهم مع تلك القوى قبل البدء بالتعضيلات التي تعهد بإجرائها ومبينا أن هذا الملف قد لا يرى النور بسبب قرب انتهاء عمر الحكومة تترجح رئاسة البرلمان بين الضغوط السياسية وإدارة السلطة التشرعية بصورة متوازنة القيود التي وضعها كتل أو وضعتها ضمن سير عمل المجلس ومصير القوانين نتبه ما فقر فاضل في هذا التقرير لم يتفق ممثلوا بعض القوى السياسية في البرلمان مع رؤية رئاسة مجلس النواب الجديدة إزاءة توجهات التشريعية الأمر الذي ولد حراكا نيابيا داخليا للضغط على رئيس المجلس محمود المشداني في وقت يتوقع المراقبون بأن الكتلة ستضع قيودا صعبة أمام سير عمل المجلس هناك مطبات أمام السيد المشداني إذا ما حاول أن يجامل هذه الأحزاب التي جاءت به إلى بعودته إلى رئاسة مجلس النواب مرة الثانية هو يريد أن يعطي ضمانات وترضية لهذه الأحزاب التي عادته ولكن ما كل ما يتمنى المرء يدركه لقد تكون هناك مفاجآت في هذا الجانب لا يستطيع أن يعني يفرض إرادته لأنه تعرف هناك إرادات للحساب داخل المجلس وقد تترجح رئاسة المجلس التي دشنت عملها قبل إسبوعين بين الضغط من قبل القوى السياسية الداعمة لمحمود المشداني لتمرير وتعديل بعض القوانين والعمل على إيجاد توازن في إدارة سياسة السلطة التشريعية وفقا لمتابعين بالتأكيد الرجل سيدعم قرارات الإطار كيفما كانت لأنه يعني ما رد أحكي مصطلح آخر لكن هما أولياء نعمت اليوم في البرلمان من يأتي بشخصية مهمة في البرلمان فهو يرعاه والتالي أي عملية اختلاف مع الإطار التنسيقي قد يؤدي إلى أشكالية سياسية جديدة لا يحمد عقباها مع العلم أنه اليوم عندنا أزمة سياسية واقعية وأغلب المؤشرات تتوقعوا أن رئاسة مجلس النواب الجديدة لم تتحرك بحرية في مساحة العمل التشريعي من دون العودة إلى الأحزاب السياسية ولسيما قوى الإطار التنسيقي من العاصمة بغداد فقار فاضل الرابعة أعلنت رئاسة إقليم كردستان إلى راق قرب إصدار أمر إقليمي بتخديد الجرس الأولى لبرلمان الإقليم بدورته السادسة وقال الناطق الرسمي باسم الرئاسة دلشاد شهاب في بيان أنه وفقا للنظام الداخلي فإن رئاسة كردستان إلى جلسات البرلمان الجديدة بعد أن صادق مجلس المفاوضين في المفاوضية العليا على نتائج الانتخابات وأرد كافة الطعون ضمن المدة المقررة هذا وقد صادقت المفاوضية العليا على نتائج انتخابات برلمان يقيم كردستان بدورته السادسة وذكرت المفاوضية في بيان أنه تمت المصادقة النهائية على نتائج انتخابات برلمان كردستان الفين واربعة وعشرين خلال اجتماع مجلس المفاوضين وأضافت أن هذه الخطوة أتت بعض أيام من حسم ورد جميع الطعون المتعلقة بالنتائج من قبل الهيئة القضائية خلال المدة القانونية المقررة وعقب المصادقة على نتائج الانتخابات شدد الاتحاد الوطني على ضرورة بدء مشاورات مكثفة بين جميع القوى السياسية الكردستانية الفائزة للوصول إلى توافق واسع بين مختلف الأطراف عضو المكتب السياسي للاتحاد زياد جبار شار إلى عدم قدرة أي حزب على تشكيل حكومة الإقليم الجديدة بمفرده بسبب تشتت الأصوات بين الأحزاب ولافتن لأن العملية السياسية المقبلة ستكون مختلفة عن الدورات السابقة وللحديث أكثر ينضم إلينا مراسلنا في أربيل أبو طالب البحية بعض التحية أبو طالب يعني كيف استقبلت الأحزاب الكردستانية المصادقة على نتائج الانتخابات وما هي الخطوة التالية نعم فعليا اليوم بدأت القوى السياسية الرئيسية في إقليم كردستان بالمحادثات الرسمية التوافقية للوصول للتشكيل العاشر لحكومة إقليم كردستان بعد تصديق المحكمة الاتحادية أو الجهة القضائية العليا المكلفة بتصديق النتائج والبحث في طعون الانتخابات البرلمانية للدور التشريع السادس بدت كل الخارطة السياسية واضحة أمام القوى السياسية الكردية مقاعد البرلمان وكذلك حجم القوى المختلفة والقوى الرئيسية التي من الممكن أن يكون لها دورا رئيسيا وفعالا في هذه الحوارات السياسية التي وصلتنا قبل قليل معلومات على أنها بدأت منذ ساعات الصباح الأولى مع ذلك وصل كتاب من هيئة المفوضين أو من المفوضية العليا المستقلة للانتخابات ورئيس هيئة المفوضين القاضي عمر أحمد إلى رئاسة البرلمان إلى رئاسة إقليم كردستان وذلك لتأكيد نهاية العملية الانتخابية وطرورة دعوة رئيس الإقليم إلى الجلسة الأولى في برلمان إقليم كردستان بدورته السادسة مصادرنا في رئاسة الإقليم قالت أنه من الممكن في أي لحظة بعد الساعات المقبلة يعني أعتقد في الغد ربما هناك عدد من اللقاءات أو المشاورات مع القوى السياسية بين رئاسة الإقليم وهذه القوى لتحديد اليوم المناسب للإعلان عن الجلسة الأولى هذه الجلسة الأولى أيضا ستبدو جلسة ليست اعتيادية الجلسة هذه ستدخل ضمن اعتبارات التوافق السياسي الكردي الكردي اليوم اطلعت أيضا على وثيقة صادرة عن مركز أبحاث برلمان إقليم كردستان يقول في واحدة من نصوصها أنها أن رئاسة الإقليم حين تدعو إلى الجلسة الأولى ففي هذه الجلسة ومن المعتاد في الدورات التشريعية الخمسة الماضية أن يفتح باب الترشح لرئاسة الإقليم لمدة ثلاثين يوم لكن في هذه الجلسة الأولى في الدور التشريع السادس ستكتفي هذه الجلسة بثلاثة أيام ما يعني أن هذه المدة الثلاثة أيام فيها من التوافق السياسي الكبير بين القوى وأن هناك حسم لملف رئيس البرلمان وكذلك رئيس الحكومة أيضا تواصلت مع قياد في الديمقراطي الكردستاني قبل البث بدقائق هنا عبر الرابعة وقال بأن رئاسة الإقليم ورئاسة الحكومة محسومة بشكل أو بآخر للديمقراطي الكردستاني وأن رئاسة البرلمان ستكون للاتحاد الوطني وكذلك هناك عدد من المناصب الأخرى ربما ستكون إلى الكوتة وهذه خريطة سياسية بشكل أو بآخر مشابهة تماما لما حدث في السابق الآن نحن ننتظر القرار الذي سيصدر من رئاسة الإقليم وكذلك أكيد ننتظر الحوارات أو ما يصدر عن الحوارات السياسية نعم أبو طالب نتحدث قبل تحديد مواد الجلسة الأولى هل تضحت مغالم المعارضة داخل الأحزاب والإقليم الأهم لغاية هذه اللحظة تحاول القوى السياسية التي حصلت على المركز الثالث والرابع والخامس وأقصد الجيل الجديد الاتحاد الإسلامي وبقية القوى الأخرى الإسلامية أو العلمانية التي تشكل الجهة الرابعة الفائزة في المقاعد كنسبة وتناسب كل هذه القوى لم تصرح بشكل رسمي حاولنا خلال هذه الفترة أن نتواصل معهم ما هو دوركم المستقبلي هل ستكونون جزء من الحكومة أم ستكونون في المعارضة لا تصريحات وهذا يدل على طبيعة الحوارات الفنية والتقنية وكذلك الحوارات السياسية ومعانيها وما ستؤول إليه من مناصب لهذه القوى السياسية إذن هناك هذه النقاشات وهذه الحوارات للوصول إلى نتيجة ربما مرضية لشعب كردستان العراق وهم يعني قاموا بالذهاب إلى صناديق الاقتراع لتحقيق شرعية وكذلك لتحقيق حكومة لها كامل الصلاحيات التنفيذية لتحقيق هذه المطالب التي يطالبون بها بشكل يومي من تحسين الاقتصاد وكذلك يعني تمتين عوامل الأمن وكذلك التعليم الجيد الذي يعني يشهده يعني هناك العديد من البطالب كانت لأمنا كردستان وكان أبرزها يعني تحقيق الرواتب إذن من أربيل مراسلنا هناك أبو طالب البوحية كنت معنا شكرا جزيلا لك أبو طالب مع هذا الإضافة وصلنا إلى نهاية النشرة وهذا تذكير بأبرز العنوين موسيقى 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 مجدداً العراق يرفض استخدام أرضيه للاعتداء على الدول وإجماع عربي على دعم السيجادة العراقية تفاوض بالنار الكيان يصاعد ضربته للضاحقة وحزب الله يمطر تل أبيب والمستوطنات بمئة الصواريخ موسيقى بأرقام اللامسة التوقعات السودانية تحدث عن بلوغ السكان 45 مليون والنسبة العاملة تتجاوز 60% موسيقى موسيقى بأولى الجلسات المشهدان القوانين الجدلية تغيب عن جدول الأعمال ودعوات النيابية لتغيير الكابينة الوزارية موسيقى مشاهدين بإمكانكم متابعتنا دائماً أولاً بأول عبر موقع الرابعة الإلكترونيجة الرابعة.TV ومنصات التواصل الاجتماعية على الفيسبوك أنستجرام وإكس وتليجرام والتيك توك واليوتيوب وأيضاً تطبيق الرابعة. كنوا دائماً على الطلاع المباشر بآخر الأخبار والبرامج وأول في أول. في أمان الله. اشتركوا في القناة